اشتركوا في القناة اكثر قابلية للانفجار مقارنة بعام 2011 ومع مرور ستة اعوام على انطلاق الربيع العربي في مثل هذا الشهر لا تزال الانظمة والديكتاتورية وشبكات رأس المال وعصابات الثروة والسلطة تقود ثورات مضادة ضد ثورات الربيع الصحيفة البريطانية وفي معرض حديثها ان اسباب امكانية تبويها بموقع جديدة من الربيع العربي تشير لان المخاطر السياسية واضحة واذا لم توجد اهليات للمشاركة والمحاسبة بما يسمح بالاحتجاجات السلمية فان الشعوب العربية الصاخطة ستبحث لا محالة عن وسائل مباشرة وعنيفة الفساد المتجدر ادى الى اهدار كم هائل من الموارد وهو اخطر الاسباب التي ستؤدي لموقع جديدة من الربيع العربي ويصل بحسب تقرير للامم المتحدة الى ما يقارب من 11 رليون دولار خلال الاربعة العقود الماضية التي مثلت في مجملها عمر الانظمة الدكتاتورية في المنطقات العربية ومنها حقبة نظام المخلوع الصالح التي امتدت منذ العام 78 من القرن العشرين وحتى العام 2011 من القرن الهادي والعشرين لن تفيد الاجراءات القمعية واغلاقوا ابواب الاحتجاج السلمي امام الشباب العربي بل ان ذلك سيدفعهم لثورة باشكال مباشرة واكثر عنفا وقد اخذت شكل المسلحان في بعض البلدان كما تشير الصحيفة تمثلت في اليمن على شكل المقاومة الشعبية المسلحة كامتداد لثورة فبراير التي انطلقت في العام 2011 ضمن سلسلة ثورات الربيع العربي ترجمة نانسي قنع